أهلا بحضراتكم من جديد دلوقتي هنلتقي مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل وقراءة في أبرز المستجدات على الساحة الدولية أهلا بيك أستاذ عبد الحليم أهلا وسهلا وخلينا نبدأ بتصريحات بوتين بأن موسكو لم ترفض المسار الدبلوماتي لحل الأزمة في أوكرانيا بتقرأ التصريح من بوتين الآن إزاي؟ يعني أنا أقرأه من بوتين على خلفية تاريخية أولا يعني هو يشير غالبا إلى اتفاقات منسك حول الصراع في منطقة الدونباس وأنه الغرب استخدم هذه الاتفاقات لإعطاء فترة واسعة 8 سنوات لإمداد أوكرانيا بما يلزم من سلاح لشن هجوم على روسيا وأقرأه أيضا من زاوية أحدث أنه مبادرة السلام الوحيدة المطروحة هي مبادرة السلام الصينية وقد يعني تعطفت روسيا مع منطلقتها وإن لم تؤيدها على نحو كامل فيما الغرب رفض هذه المبادرة لكن أعتقد أن حديث السلام عموما فيما يجري من حرب في حرب أوكرانيا حديث للتسليع غالبا يعني ليست حديثا جدية لأنه من الواضح أنه روسيا من جهتها حريصة فيما يبدو على إطالة مدى الحرب في أوكرانيا لماذا؟ لسبب بسيط هو نفسه السبب الذي يستبطنه الغرب في هذه الحرب وهو فكرة الاستنزاف المتبادل على نحو ما جرى مثلا في أكبر انفجار شهدته حرب أوكرانيا قبل أيام في غرب أوكرانيا في خميل المتسكي في انفجار وصفه المراقبون بأنه يشبه الانفجار الزري من حيث حجه طبعا فسر الروس هذا الانفجار بأنه لمخزن أسلحة غربية لأن المنطقة قريبة من بولندا قدرت قيمته بخمسمائة مليون دولار أما طريقة التفجير فاختلف فيها المراقبون لم يفسح الروس لكن فيه كلام عن أنه دي طائرات انتحارية مسيرة روسية من تراز لانست وهناك من تكهن بأنها قد تكون نتيجة استخدام قذائف اليورانيو المنضط من جانب روسيا ردا على تزويد بريطانيا لأوكرانيا بقذائف اليورانيو المنضط طيب إذا كنا يعني بنستمع لتصريحات روسية وتصريحات أوكرانية كل منهم بيقولوا أنه حقق مكاسب يعني عديدة في الأرض وعلى الأرض في بخموت من المعروف أنه يعني إيه اللي ممكن نقول أنه حققوا كل من الجانبين في بخموت الحقيقة هي طبعا ضحية المثالية لأي حرب كل الطرف حريص على طابع دعائي على أقواله لكن ما يمكن التمييز فيه من التدقيق في أقوال الجانبين حول الوضع في بخموت هو التمييز بين الوضع داخل بخموت نفسها فيه تقدم روسي فيه كلام عن 95% من أراضي بخموت فيه كلام عن أنه اللي باقي كيلو متر ونصف الكيلو متر مربع في يد القوات الأوكرانية لو دققنا بالمقابل في الأقوال الأوكرانية أقوال نائبة وزير الدفاع أقوال قائد القوات البرية الأوكرانية وغيرهما هنجد أنه التقدم الذي يحكون عنه جرى بالقرب من بخموت يعني غرب بخموت وتحديدا في غرب شمال بخموت هناك قرية تقدامه فيه ولما نيجي نعيد التأمل في الكلام الجانب الروسي هنجد أنه يقول أن هناك هجوما في هذه المنطقة من القوات الأوكرانية صدته القوات الروسية يعني إذا فضل اشتباك فيه يعني أوكرانيا لا تتحدث عن تقدم في بخموت نفسها تقدم فيه محيط بخموت من الجهة الغربية طريق تشاسي فيار وغيره إنما الأهم من ذلك حتى مرتبطا ذلك بالكلام عن فاجنر وتصرحات الملتهبة ليفجيني برزيزين حول كل يوم عن الزخيرة ومش الزخيرة وصل الأمر أنه واشنطن بوست نشرت هذا الأسبوع تقريرا يقول أنه قائد فاجنر اتفق مع الأوكران على أنه يعطيهم خرائط لأوضاع القوات الروسية مقابل أن يتركوا بخموت له باعتبارها فاجنر لاندي طبعا في التقرير نفسه يقول أن المخابرات الأوكرانية بعد هذا التباحث مع قائد فاجنر راجعت المخابرات الأمريكية التي نصحت الأوكرانيين بعدم الاستماع إليه لأنه هو شديد الولاء للكريملين وللرئيس الروسي بوتين وأن هذه ألعاب خدع أنا من بداية أرى أنه تصرحات فاجنر عموما وتصرحات قائد فاجنر هي جزء من ألعاب الخدع والتمون ما هو الغرض؟ الغرض في تقديري جذب القوات الأوكرانية التي تستعد لهجوم مضاد تتضحرج مواعيده إلى هذه النقطة بالذات على جبهة تمتد لألف كيلومتر وبحسب التكهنات يقال أن هناك نقاطا متعددة قد يبدأ منها الهجوم يبدو أن الروس يفضلون جذب هذا الهجوم إلى الشرق بدلا من انطلاقه إلى خيرسون أو زابوريجيا أو وصولا إلى الجنوب حيث ميليتي بول الهجوم الأوكراني طبعا نسمع عنه كثيرا هو حديث اللحظة وكل لحظة يتضحرج من شهر إلى شهر فيما يقول الروس أنه بدأ بالفعل هناك كلام من الرئيس زيلينيسكي حول أنه يريد مزيدا من السلاح مزيدا من الصوريخ بعيد المدى يريد F-16 يريد وأنا تقديري أنه سيحصل على كل ما يريد ليه؟ لأنه ببساطة الغرب يطلب من أوكرانيا أنها تقدم كرامة زي ما بيقولوا يعني تعمل حاجة تبرر أنه فيه 600 نوع نوعا من السلاح وعطية لأوكرانيا السلاح المتطور وآخره طبعا كما هو معروف تورمي شادو وغيره ولسه ألمانيا يا سيد عبدالحليم بتعتزم أن طوتي وإيطاليا وبريطانيا أيضا أضافت في اللقاء الأخير مع زيلينيسكي حين ذهب إلى الأصر الريفي لرئيس الوزراء وهو نفس القصر الذي كان يخاطب منه وينستنت شيرشل النازيين في الحرب العالمية الثانية يعني فيه استنزاف لدى دول غرب بكل ما تملكه طيب أنا عايزة أتوقف أمام تزويد ألمانيا لأوكرانيا بمعدات تبلغ قيمتها أو معدات عسكرية بقيمة 2 مليار 700 مليون يورو هل هذه المعدات من الممكن أن تغير شكل ووضع أو يعني شكل الأزمة الآن في أوكرانيا تقديري ببساطة أنه كل هذه المعدات هي معبرة عن جوهر ما يجري نبساطة حرب عالمية المدى محددة أنها حرب تقليدية وتجري فوق الأرض الأوكرانية حتى الآن بهزين الصقفين لكن لا يوجد شيء يقدمه الغرب يمكن أن يقلب المعادلة يعني الهدف من الهجوم الأوكراني بحسن ما هو من أعلن استعادت 120 ألف كيلو متر مربع تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم هل هذا ممكن؟ لا أحد في هذا العالم وأوله ماركي ميلي رئيس أركان قوات الأمريكية يرجح أن يحدث شيء من ذلك قد تحدث احتراقات هنا أو هناك لكن الذي يتأمل السلوك الروسي يجده يعني متمهلا متباطئا منتظرا للهجمات الأوكرانية لماذا انتظر هجمات الأوكرانية؟ يتصور أنه يمكن استعبها والانطلاق إلى هدمة معاكسة يركز فيها على استعادة ما تبقى من الدنباس خاصة في مقاطع الدنيتسيك كراماتورسيك وسلافيانسيك ومن هنا هو يريد جذب القوات الأوكرانية إلى خلاء بخمت التي أطلق عليها مبكرا اسم فرامة اللحم يعني فكرة لأنه جزء من أهداف المعلنة للحملة الروسية هي فكرة تجريد أوكرانية من نزع سلاح أوكراني فنزع السلاح سواء الموارد البشرية أو الموارد المعدات أعتقد أنه يتحقق بأنه بحجم ما تنجزه روسيا في هذا السبيل روسيا في تقديري في الجانب السياسي تركز على الانتخابات الأمريكية المقبلة انتخابات الأمريكية تبدأ في العادة دجتها الكبرى منذ نوفمبر 2003 ومفهوم في هذا السياق التصرحات التي أدلب ترامب عن أنه يمكنه وقف الحرب في 24 سنة طبعا هو لن يحدث سحرا هو ما سيحدثه شيء يشبه السحر ببساطة هنروح للانتخابات لكن الأول إزاي يمكن أن تستفيد كيف طيب يعني إذا تكلمنا عن حزمة الأسلحة الألمانية إزاي من الممكن أن تستفيد من هذه الحزمة وهل يعني من الممكن أنه هذه الاستفادة ينتج عنها تغيير مصار المعارك في أوكرانيا وكيف ببساطة كمريط في غرفة العناية المركزة يعيش على الأجهزة الصناعية إذا نزعت الفيشة انتهت أوكرانيا في الاقتصاد في الأمن في السلاح في كل الشيء الغرب ببساطة استنفت كل ما يمكن أن يقدمه ولم يضع أي صخف من أي نوع تذكرين على سبيل المثال الجدالة على الزجارة حول الدبابات وهو يتجري الأمور على نمط واحد تطلب أوكرانيا الدبابات يتمنعون أو يبدون أن يتمنعون ثم يقبلون تطلب أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يتمنعون أو يبدو الأمر كذلك ثم يعطونها الـ F-16 يتمنعون الآن ثم سيعطون هذه الإمدادات لا تكفل لأوكرانيا ببساطة أن الحرب الغربية وراء القناع الأوكراني أن تحقق الهدف المارجو قد تستطيع اختراق العمق الروسي وقد جرى ذلك كثيرا اخترقت العمق الروسي أصلا بأسلحة سوفيتية قديمة تبلوب 141 طائرة المسيرة اللي وصلت لقواعد وغيره الأمر لا يتعلق بما يمكن أن تضيفه هذه المعدات لأوكرانيا يمكن أن تضيف لها فترة من الوقت مددا من الوقت هل هتعطيها مددا من إمكانية استعادة الأراضي شرق نهر دينيبرو لأن من الواضح على الخريطة أن الروس يضعون نهر دينيبرو كما لو كان هدفا في ذاته اللي جعله مانعا مائيا طبيعيا كحدود جديدة بين روسيا وأوكرانيا شاملة الدنباس وشاملة الجزء الأغلب من خيرسون وزابوريتش ما هي دلالة بالمناسبة زيارة زيلنسكي للندن؟ زيلنسكي طبعا يعني يرى من الملاحظ أن لندن بالذات هي الأكثر جرأة طبعا في إطار التحالف الأنجليسكسوني بينها وبين أمريكا هي الأكثر جرأة في إمداد أوكرانيا بالسلح إعطتها قذائف اليورانيوم انفرضت على الأقل الآن بإعطاها قذائف اليورانيوم المنظم انفرضت إلى الآن أيضا بالصواريخ بعيدة المادلستورم الشادو اللي أسقط الروس منها أحد الصواريخ بجرس تخدامها بالفعل يعني ليس أوكرانيا ليست في انتظارها وصلت إلى أوكرانيا من قبل ذلك هي لن تغير في شيء إلا إمكانية أن يصل صاروخ هو بمدى 300 كيلومتر إلى 600 كيلومتر إلى مكان ما لكن وصول صاروخ إلى مكان ما لا يعني إمكانية الزحف في البر للاستلاء عليه هذا شيء وشيء أخزا في الاعتبار أنه وسائل الدفاع الجوي الروسي متنوعة وأخزا في الاعتبار أن هناك أسلحة أخذت وضعا أسطوريا من قبل زي راجمات هايمرس ثم اعترف الأمريكيون مؤخرا بأن الروس نجحوا في التشويش على راجمات هايمرس وأصبح استخدامها محدودا أيضا صواريخ ستورم شادو وغيرها أعتقد أنها ستلقى ذات المصير بالجملة لا توجد إمكانية فيه الظنين لتكرار هجوم الخريف الماضي باتجاه خاركيف اللي نجحت فيه القوات الأوكرانية على نحو سريع وباستعادت كلام عن 5000 كيلومتر لأنه خاركيف ليست داخلها في إطار قرار روسي بضم أربع مقاطعات وهذه الدائرة الأضيق من الطموح الروسي روسيا تريد إطالة المدى والحرب بأخفض نفس ممكن تجنبا لاستنزاف السلاح أو البشر نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا لكاتب الكبير لستاذ عبد الحليم أديل شرفتنا ونوارتنا شكرا لحضرتك بشكركم وشوفكم إن شاء الله بكرة في حديث الأخبار استنوا اشتركوا في القناة